أم شم تقول هل إذا مات الساحر نشكر الله سبحانه وتعالى لكونه مؤذي أختي أم شم بارك الله فيك لا شك بأن السحر هم من شرار الخلق وهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون فللساحر من الآثار السيئة الشيء المعروف فكم فرق الساحر بين زوجين وكم فرق بين متوادين وكم أمرض الساحر بسحره وكم قتل الساحر بسحره وكم أذهب عقل ولذلك هؤلاء السحر من شرار الخلق واستحقوا ما جاء في قول الله عز وجل واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الساحر والسحر والسحر وجعله من الموبقات العظيمات ولذلك موت الساحر نعمة من نعم الله عز وجل تستحق أن يشكر العبد ربه عز وجل ولو سجدت لله شكرا فإن هذا نعمة هذه نعمة لأن سجدة الشكر تشرع في حالتين في حصول نعمة وفي اندفاع نقمة والساحر نقمة والعياذ بالله وبلية على الناس وعلى المجتمع هو ليس بأقل من مسيلم الكذاب الذي سجد أبو بكر الصديق لما جاءه خبر وفاته وليس بأشد من وليس بأقل عفوا ليس بأقل من هؤلاء الرؤوس البدع الذين أضروا بالإسلام وأهله هذا فساده عريض وشره مستطير والعياذ بالله وبلاءه واسع وكبير ولذلك نعم يشرع سجدة الشكر ويشرع قول الحمد لله الذي أراح العباد وطهر البلاد من مثل هذا الساهل